ولما للأمانة من المنزلة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودع مسافراً من أصحابه سأل الله أن يحفظ له الأمانة يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع واحد من الناس كان يدعو له ويقول أستودع الله أي أسأل الله أن يحفظ لك أستودع الله دينك وأمانتك أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أن يدعو له بحفظ الدين ويدعو له بالأمانة وتجنب الخيانة ويدعو له بحسن الخاتمة وفي الحديث إشارة إلى أن موضع الأمانة من الناس كموضع الدين منهم وخص النبي تلك الخصال تحديدا بالحفظ في السفر يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يوسع لك في رزقك أو أن يبارك لك في شيء وإنما قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أداء الأمانة مفتاح الرزق وقال عمر من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل